السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء وطلاب الصف الثالث السنة وبنكمل معكم اللي بدأناه قبل كده بنحل النهاردة تدريبات مكسافة على الكحولات في كتاب مندليف صفحة ميتين وتسعين قبل ما نبدأ بنسألك كده الدعاء تاني حاجة بنقول لك اشترك في القناة لو انت مش مشترك لو مشترك هتعمل لنا شير للقناة تالت حاجة نبدأ بقى على خيرة الله وبنقول لك شد حلك والجاد عن بطل لانت ان شاء الله وفي مهمة هتقدر تنجزها وتوصل للي انت عاوزه اول سؤال بيقول لي التسمية بالايوباك للمركب المقابل هي تسمية الايوباك للمركب المقابل المركب القدام مركب كحولي فيه سلسلة طويلة بحدد السلسلة الطويلة بتاعتي اللي هي واحد اتنين تلاتة واربعة يبقى كده سبع زرات كربون يبقى الكحول بتاعنا هيبقى اسمه هبتانول طبعا كله هبتانول مع عدل الاولانية بناكتاز تبعد الاولانية تاني حاجة هنبدأ الترقيم من حيس ان مجموعة الكحول او زر مجموعة الهايدروكسايد تبقى واخدام اقل رقم يبقى هنبدأ من نحية دو واحد اتنين تلاتة يبقى احنا كده عندنا تلات هبتانول وتلاتة هبتانول مش موجودة الايفر Herb twitter يبقى هنا مجموعة الكحول او الهايدروكسايد طلع من زر رقم كام من الزر رقم تلاتة دو واحد اتنين تلاتة طيب ولمسال طلع ببضو طالع من الزر رقم تلاتة يبقى تلاتة السؤال التاني يقول لي كحول البروبيلي العادي من الكحولات سنكتب الصغة بتاعت الكحولات العادي نكتب صغطه والكحول الايزوبروبيلي نكتب صغطه . الكحول البروبيلي العادي فيه تلات ذرات كربون متتالية مثلا بالشكل كده وفيه Oh لو جينا نكمل هيدروجين هيبقى هنا H وهنا H وهنا اتش سري و اتش تو يبقى ادى زارة الكربينول بتاعتنا يبقى كحول دا كحول ايه وحادي اولي وحادي عشان فيه مجموعة هيدروفصل واحدة واولي عشان زارة الكربينول بتاعته متصلة باتنين اتش ومجموعة القايل طيب تعالا بقى نكمل كده ونشوف الايزو بروبيل مجموعة الايزو يا شباب هي مجموعة بالشكل ده كده احنا بنسميها مجموعة دل السمك ايزو بالشكل ده كده سي اتش متصلة باتنين سي اتش سري طيب وهيبقى عندي هنا كده مين او اتش ادى زارة الكربينول متصلة باتش واحدة يبقى الكحول بتاعنا كحول ايه سانوي يبقى الكحول البروبيلي كحول احادي اولي والكحول الايزو بروبيلي كحول احادي سانوي يبقى نختار له مين جيم السؤال اللي بعده بيقول للالكين الذي يعطي كحول اولي بالهايدرة طبعا احنا عارفين ان الهايدرة الحافزية كل المركبات الناتجة عنها بتكون او الكحولات الناتجة عنها الهايدرة الحافزية للالكينات للالكينات بينتج عنها كحولات سانوية وثالثية الا الايسين هو الالكين الوحيد اللي بيعطي عندها هيدرة كحول اولي طبعا لو احنا جئنا نعمل كده معدلتين هنهيدر مثلا البروبين ادى البروبين اولا 80T plus CH2 CH3 نعمل له هيدارع انضف له مياه في وجود حمد كابريتيكا او حمد فوسفوريكا عند درجة حرارة 110 هيبقى عند CH3 هنكسر الرابط باي هنا ونضيف H في ناحية وOH في ناحية ال H يتبقى عند ديات CH 3 وهنا CH تاخد من أو H يبقى كحولة الايسين وثالثية الاسين الاسين سي اتش تو ربطة صنعية سي اتش تو لو ضفت له اتش او اتش عن درجة حرارة مية وعشرة في وجود حمض الكابريكيك او الفوسفوريك هيعطي لنا سي اتش سري سي اتش تو او اتش ضفنا ال او اتش هنا مش فارقة ضفناها هنا مش فارقة فبيطلع عنده كحول ايه 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 اللي بعده بيقول لي ايا من الصياغ التالية صار رقم اربعة ايا من الصياغ التالية تعبر عن كلوريد بيوتايل ثالث بيوتايل ثالثي كلوريد بيوتايل ثالثي بيوتايل لديه كم زرة كربون في اربع زرات كربون을 my channel وثالثي يعني дерiğ acuerdo عن زرة كربون المماذا هناك ايش ده ايش هو الغ هيدروجين على زارة الكربون دي. ادى الكولورة هوا. وهناك ده سي اتش سري. سي اتش سري. جسمه. كولوريد بيوتايل سالي سيد. ان زارة الكربون ديت مفيش عليها هيدروجين. تمام. نكمل بقى هنا كده. بقول لها اياه من الصياغ التالية تعبر عن كلوريد البيوتايل السالي سي. يبقى في زارة كربون مفيش عليها هيدروجين. هنبدأ من عنده الف. متصلة. على سي اتش سري. يبقى خلي بالك. انت عندك في الاول هو ايه? وبعدك يعمل ايه? واما عامل سي اتش سري. سي اتش سري بانقصت بقى فرع. و سي اتش سري في الاخر. طبعا مش هنحطها متصلة بالسيل. فيبقى ده الشكل بتاعنا هو اللي فوق. يبقى احنا كده عندنا رقم الف هو الكحول البيوطايل او الكولوريد البيوطايل السالسي. يستطيع في لز السوديوم ان يتفاعل مع جميع ما يلي معادة. في لز السوديوم يتفاعل مع جميع ما يلي معادة. في لز السوديوم بتفاعل مع الكحولات والاحماض. ما بتفاعلش مع الاثرات. يبقى اول واحد يسير يبقى احنا نختاره يبقى السوديوم بتفاعل مع مين مع الكحلات اللي هو باق ويه باق بتفاعل مع الاحماض اللي هو جموية دال لا يتفاعل مع الاثرات وديات من اول درس خلص لما كنا بنتكلم على الايزومرات صفحة اللقصدة اتين واحد وتسعين سؤال رقم ستة بيقول ايا من المركبات التالية تتوقع ان يكون اقل لدرجة غليان اقل لدرجة غليان يبقى ما فيش فيه مجموعة هيدروكسايل يعني اثير مسلا احنا عندنا هنا مجموعة الهيدروكسايل اللي هي الاو اتش موجودة في الكحول فالكحول بيكون رابط هيدروجينية هنا مجموعة الاو اتش برضو بيكون رابط هيدروجينية وعندي كمان مجموعة او اتش هاي يبقى ده اعلى في درجة الغليان وعندك ده حمض درجة غليانه او بيكون رابط هيدروجينية فبيكون اعلى في درجة ايه الغليان يبقى نختار له جيم اللي هو من الاثير يبقى الإثيرات لا تتفاعل مع السوديو من السؤال رقم 5 والسؤال رقم 6 درجة غلايانها منخفضة لعدم احتواءها على مجموعات هيدروكسايد السؤال رقم 7 يمكن اعتبار كل من الجلوكوز والفرقتوز مشتقات من السيربيتول بنزح والله تعالى نكتب السيربيتول ونبقى نشوف كده هننزع منه عشان نحوله لسي 6 ايش 12 ايش 6 اللي هو الجلوكوز والفرقتوز احنا عندنا السيربيتول كحول عديد الهايدروكسايد تمام صغطه CH2OH و مجموعة CHOH متقرار ربع مرات وCH2OH طيب يلا كده انت عندك كم زرارة كربون 6 زرارة كربون عندك كم زرارة هيدروجين 1-2-3 3 ودول ان 2-4-8 يبقى 3-8 11 11 و 3 يبقى كده عندنا كام 14 يبقى H كام 14 و O 1-4 يبقى 5 و 1-6 طيب عشان نحوله بقى لسي 6 H 12 O 6 يبقى نشيل اتنين هيدروجين يبقى نزع زرارتين هيدروجين السؤال اللي بعده رقم 8 يبقى اخترنا هنا كده بنزع زرارتين هيدروجين السؤال رقم 8 بيقول لي تحترق المادة السائلة X معطية ساني اكسيد كربون وبخار مية حيث يحتوي السائلة X على كل من الكربون والهيدروجين والاكسوجين كربون وهيدروجين واكسوجين لاحتمالات يبقى كحول يبقى إثير يبقى حمض طيب هنا بيقول لي فإذا كانت قيمة يا ألدهايد يا كيتون فإذا كانت قيمة البي اتش المحلول السائلة X في الماء بتسوي 7 7 يبقى متعادل وإحنا عارفنا أن الأحماض بتاعت الكحولات بتكون متعادلة التأثير والبي اتش بتاعتها بتسوي 7 يبقى نختار له من الإيثانول مباشرة يمكن تحويل مجموعة الألدهايد الوظيفية لمجموعة كحولية بعملية اختزال احنا كان عندنا الأسيتالدهايد أو الإيثانال في درس الألقينات لما كوننا الأسيتالدهايد أو الإيثانال اللي هو كان صغطه CH3 CHO قلنا المجموعة الفورمايل أو مجموعة الألدهايد بتتأكسد وبتتحول لمجموعة كربوكسيل في الأحماض الكربوكسيلية وكمان بتختزل وبتتحول إلى مجموعة الهيدروكسيل الكحولية فهنا مجموعة الألدهايد أو الفورمايل بتتحول لـ OH بالإختزال وبالأكسد بتحول لمجموعة كربوكسيل وهنا عاوز يحولها لمجموعة هيدروكسيل مجموعة كحولية يبقى نعمل عملية للإختزال السؤال رقم 10 بقول لأيا من المركبات التالية لا ينتمي لعائلة القلد هيدات حسنا لدينا الأسيتال الضهايد الأسيتال الضهايد قدامك ماشي دي صغط القلد هيدات CNH2NO يعني ألكين وأو تمام صغط الألكين وأو هنا CH2O مش ألكين بس هنا عدد زراط الهيدروجين ضعف تمام يمشي اللي هو أصلا الفورمالدهيد اللي هي صغطه كده HCHO ده C3 ممكن تمشي C2H5 CHO تمام ده ما ينفعش ده ما ينفعش ليه لأنه هنا كده هيدروجينة ناقصة يبقى نحن نفطر له جيم الأخير ممكن يمشي معنا C4H9CHO يمشي قلد هيدات السؤال رقم 11 عند التحلل للمائي ليوديد الإثايل نحن نكتب يوديد الإثايل ونعمله تحلل مائي ونجاوب على سؤال بتاعنا يوديد الإثايل نكتبه ونعمله تحلل مائي ونجاوب على السؤال يوديد الإثايل صغطه ايه؟ رابع عليه C2H5 C2H5 I زائد تحلل مائي نعمل له تحلل مائي بالن اوه او الكي ويتش مش هتفرق معنا هنأخذ الن ايه؟ مع الاي يبقى نتج عندي ان اي اي المركب النتج التاني هي بيه؟ C2H5OH ده كحول ماله اولي اسمه ايه؟ ثانول تمام اوه؟ طيب تعال كده نشوف الاختيار طبعا احد الهايدروكسايل يبقى كحوله احد الهايدروكسايل تمام؟ اولي تمام اسمه ثانول وماله نختار له مين؟ جميع ما سبق السؤال اللي بعده بيقول لي عدد جزيئات الموجودة في ستين درام من الفورمال دهيد ارجع معا كده بص كده الفوق احنا قلنا ايه؟ HCHO اسمه ايه؟ فورمال دهيد طيب يلا نجيب الكتلة المولية بتاعته عشان نحسب عدد المولية وبالتالي نحسب عدد الجزيئات الفورمال دهيد صغطه ايه؟ الفورمال دهيد صغطه CCHO يلا هاتلي كتلة مولية كده الH كم بواحد زائد اثناشر زائد واحد زائد ستاشر دولار اкв عبعتشر وستاشر يبقى بيساوي كم تلاتين يلا هاتلي عدد المولات كان الموجود في ستين جرام بيساوي كتلة مادة على كتلة مول ستين على التلاتين ممتاز بيساوي اتنين مول عاوز عدد جزيئات عدد جزيئات بيساوي عدد مولات في عدد أفو جادر يبقى اثنين في ستة وتنين من مية VSこ الثلاثة وعشرين هو عاوز بقول لي ضعف ولا نص ولا ربع ولا ضعف عدد افوغادرو يبال الاختيار بتاعنا هيكون ايه ضعف عدد افوغادرو السؤال رقم تلاتاشر بقول لي يتفاعل الايثانول مع كل من المواد التالية ويعطي ماء الا بتفاعل مع الحمض في تفاعل الاسطرة بيكون ماء بتفاعل مع حمض الكابريتي بتفاعل نزع ماء بيكون ماء مع ساني كرومات البوتاسيوم وي بتكون ماء اللي هو تفاعل الاكسادة لان احنا بننزع ماء عشان نسبت المركب بتاعنا اللي بتكون ها الفلزات النشطة لا بتفاعل مع الفلزات النشطة ويتصاعد غاز الهيدروجين يبقى هنا مع الفلزات النشطة نكتب كده يتصاعد غاز من الاتش تو نقول لهم تاني تفاعل الاستر بيكون في ماء نزع الماء وحمض كابريتيك عن درجة مية وتمانين او مية اربعين بين نزع ماء ساني كرومات البوتاسيوم المحمضة تفاعل الاكسادة بيدي اني زارة كربون عليها مجموعتين هايدروكساد وتبقى غير ثابتة في الخطوة الوسطية فبننزع ماء عشان المركب بتاعي يثبت ويتكون الالضهيد 14 بولي تفاعل الكحولات مع هاليدات الهيدروجين تعال كده نعمل تفاعل الكحولة مع هاليد هيدروجين تفاعل كحولات مع هاليد هيدروجين زي مين كده تفاعل الكحول هناك حولات وحدة حولاتنا كده تفاعل بيدي اني تفاعل بيدي اني تفاعل أي franch full سيتكون الشكل يCh N CO اي زايد او اتش. كسرنا الرابطة اللي موجودة بين مين? بين الالكيل والاكسوجين في مجموعة الهايدروكسايل. تعال نشوف الاختيارات بتاعتنا. بقول لتفاعل استبدال وهتم فيه كسر الرابطة او اتش. احنا ما كسرناش الرابطة بين الاو والاتش. لان الاو والاتش طلوع على بعض. ما كسرناش الرابطة هنا. تفاعل نازل. لا مش نازل. هو في استبدال. احنا استبدلنا مجموعة الهايدروكسايل بيوت. تفاعل تمت فيه كسر رابطة بين مجموعة الالكيل. ايوها وزارة اكسوجين مجموعة الهايدروكسايل. تمام. بقول هنا سؤال رقم خمستاشر. احد متشكلات الصيغة الجزائية سي اربعة اتش تسعة بي ار. سي اربعة اتش تسعة بي ار. ينتج عن تحلل مائيا في وسط قلوي. اتنين ميسايل اتنين بروبانول. المركب اللي نتج ايه? اتنين ميسايل اتنين بروبانول. يبقى انا هكتب المركب اللي هو قال عليه. اللي هو اتنين ميسايل اتنين بروبانول. يبقى هنا كده سي اتش سري. وهنا او اتش. وهنا سي اتش سري. وهنا سي اتش سري. وهنا سي اتش سري. وهنا سي اتش سري. كوحل سالي سي اوا. طيب. هو عاوز يعرف بها. المركب بتاعنا ده كان اصله ايه? او الصيغة البنائية بتاعته ايه? بص يا باشا. حضرتك هتكتب نفس اللي انت كاتبه هنا من غير مجموعة الهايدروكسايد. كتبناه. وهم جاي مكان مجموعة الهايدروكسايد وكاتب ايه? بي ار. يبقى انا عندي سي مجموعة حواليها تلات مجموعة مسائل وبي ار. كلام ده بقى تعالى نشوفه كده في الاختيار يلا. لو بصيت على جيم مباشرة. سي متصلة بمين? بالبي ار. اده السي المتصلة بمين? بالبي ار. السي المتصلة بمين? بالبي ار. طيب والباقي موجود عندي تلات مجموعة مسائل متصلة به. او متصلة بزارة الكربون دي. تبقى احنا نختار له جيم مباشرة. سهل رقم ستاشر المخطط التالي يوضح تفاعل اكسادة لواحد بروبانول. احنا هنجيب البروبانول ونكسده ونبدأ نشوف النواتج بتاعتنا. طيب احنا هنا اكسدنا. فلما اكسد اتكون ايه? زائد ماء. طيب هنا بيقول ما المجموعة الوظيفية التي توجد في الناتج. المجموعة الوظيفية ايه? ايه. المجموعة دي اسمها مجموعة ايه? لها اسم تاني مجموعة ايه? وما تنساش برضو ان احنا عندنا مجموعة الكيتون اسمها كربونايد. يبقى احنا هنا نختار له مجموعة ايه? الفورمايد. السؤال رقم سبعتاشر بيقول لي ادرس. التفاعل التالي ثم اجب. يلا كده. ده تفاعل اسوكسيدو السوديوم. كوكسايد بتفاعل مع المية. اللي هو تفاعل انعكاسي بتاع الكحول مع السوديوم. كون له كحول وكون هيدروكسيد سوديوم. ايه من الاختراض التالي يعتبر صحيح. التفاعل انعكاسي لان الماء يضيب اسوكسيدو السوديوم ويكون المتفاعلات. التفاعل ده انعكاسي. عفوا. الماء هيدروك اسوكسيدو السوديوم يبقى هو بيصير في الاتجاه ده. وبيكونش المتفاعلات بها. ده بيكون مين? نواة. هو التفاعل انعكاسي او. ولكن الماء بيذيب اسوكسيد ويكون المتفاعلات ولا بيكون نواة تجيب. يبقى الف غلط. يتكون ملح اسوكسيدو السوديوم هو ملح قاعد. اسوكسيدو السوديوم ملح قاعد. ماشي. بس هو اتكون. ده هو دفل اصلا في التفاعل. لا يمكن حدوسه. لان اسوكسيدو السوديوم لا يذوب في الماء. لا بيحصلوا التفاعل حصل قدامه زي الفل. المحلول ان يتقلع والتأثير ايوا قلع وعشان مجموعة الهيدروكسيد باختر له ده. صار رقم 18 بيقول للصيغة العامة للكحولات التي ينتمي اليها الجليسرول. اكتب الجليسرول. ونعمل له صيغة عام. اي صيغة عام ما عاوز تجيبها تكتب الصيغة العادية بتاعتك وبعد كده هتحولها الصيغة عام. الجليسرول صيغته ايه? الجليسرول الصيغة بتاعته C. H2OH. C. HOH. C H2OH. عندي كم زر الكربون? C ثلاثة. عندي كم زارة هيدروجين? اده ثلاثة. واثنين خمسة. وي ثلاثة يبقى كام? تماني. ثلاثة. واثنين خمسة. وثلاثة يبقى كام? تماني. يبقى H8. عندي O. C. تمام. اده C. N. H عبارة عن ايه? ال H عبارة عن اتنين زائد اتنين. اتنين. اتنين زائد اتنين. اتنين في تلاتة بستة واثنين تمانية. وO. سري. تمام? دي صيغة. وممكن نعملها بمجموعات الهيدروجسايل. ازاي? عندي هنا كم C واحد اتنين تلاتة يبقى C سري. كام ده. C N. H تو N ناقص واحد. وال O H باي سلي. دول صغطين قدامك عامتين للجلسور. اللي موجودة منهم اختارها. اللي موجود طبعا مين? G. مباشرة كده. احنا الهدف من حل الاسئلة ان انت تعرف فكرة السؤال. لان السؤال كده كده اصلا متجاوب معك والاجابات موجودة معك. احنا بنوضح بس فكرة السؤال. السؤال رقم تسعتاشر. كحول اولي كتلته ستين. كحول اولي كتلته كام? ستين. طيب قبل ما كمل هكتب الصيغة العامة للكحولات الاولية. الصيغة العامة للكحولات الاولية ذكرناها من شوية وقلنا ان هي C N H تو N زائد اتنين O. والمثال بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه سي تو اتش فايف O H. قلنا ساعتها. سي تو اتش ساكس O. ديات الكان و O. تمام اول. فهو بيقول للالكان بتاعنا كتلته ايه? الالكان بتاعنا كتلته ستين. الفحول كتلته ستين. تمام يبقى احنا هنقوله هنا كده. C N يبقى اتناشر N زائد اتنين N زائد اتنين زائد ستاشر. كل ده بيسوي كام? ستين. دولار اربعتاشر N زائد تمنتاشر بيسوي ستين. دولار اربعتاشر N. بيسوي ستين ناقص 18. يبقى ال N بتساوي. انين واربعين على الاربعتاشر. اني بتساوي تلاتة. يبقى الكوحول بتاعنا سي سري. اتش ساكسو O. اتش ايت O. تمام زائد ستاشر. هتلاقيهم مزبوطين معاك. بيساوي ستين. تمام. تعالا بقى نرجع كده للسؤال ونشوف الاختيار بتاعنا هو طالبين. بيقول لي فما ناتج اكسادته بمحلول ساني كروماتو البوتاسيوم المحمضة بحمض الكابريتيك. ده كحول. اول. طيب. احنا كان ممكن نحل من غير ما نعمل كل ده. هنقول عندي ده كحول اولي لما بتاكسد اكسادة تامة بيعطي. وحل اولي يتاكسد اكسادة تامة بيعطي ايه? بيعطي حمض. طيب بقى عندي حمضين دلوقتي. الف و دال. بقى عندي حمضين الف و ايه? ودال. حمضين الف ودال اللي موجودين قدامها اختار منهم مين? على حسب عدد زرات الكربون. لان عدد زرات الكربون في الاكسادة ما بتغيرش. انا عندي الحمض بتاعنا او الكحول بتاعنا كان فيه كم زر الكربون? الكحول بتاعنا كان فيه تلات زرات كربون. الحمضة برضو فيه تلات زرات كربون فمش يختار له الف ولكن يختار له مين دال يبقى احنا كان لازم نعمل المسألة بتاعتنا عشان نوصل ان احنا عندنا كحول فيه تلات زرات كربون فيانتج عنه حمض فيه تلات زرات كربون السؤال رقم عشرين بيقول لي عند تفاعل المركب اللي بالشكل ده كده مع في وجود عامل حفاز مناسب مركب ده لازم احوله لشكل بنائي مفروض كده بحيث ان انا اعرف اتعمل معا يلا كده نكتب المركب بتاعنا واحدة واحدة عشان نعرف متعامل معاه يلا مليم يلا اقول تمام سي اتش سري باكتب انا سي اتش سري سي اتش شايلة سي اتش سري تمام بعدها سي عليها بي ار ممتاز ومعها او اتش شاطر وفي الاخر خالص موجود سي اتش سري اتأكد كده انت ملتنا صحة ولا لا انا عندي هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس زرات كربون هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس زرات كربون الزرة قبل الاخير عليها برو ما عليها او اتش انظيف احنا هنا بقى اتش ا اي ا اتش ا اتش هتتفعل مع الامين ايوة الاتش هتروح تاخد من ال او اتش واتلع باي بمية تاتبي لنفس المركب يلا دا كده هيبقى سي اتش سري سي اتش سري سي اتش سري سي بي ار ا اي وفي الاخر CH3. اذا المركب عندك اوان. بص عليه كويس بقى. وبص على الاختيار. طيب النتج بتاعنا هيبقى ايه? طبعا هتكتب نفس المركب اللي فوق. وهتشيل OH وتحط I. ومي. لان احنا قلنا في التفاعل بتاعنا نتج ايه? مي. CH3 قصادها CH3. CH قصادها CH. CH3 تمام. CBR. ادى CBR. ونشيل الOH. نحط لأي. يبقى نختار له كده الف. ونروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم واحد وعشرين بيقول لي المركب او الجدول التالي يوضح صغطي مركبين. ايه وبي. بص للمركبين كويس. المركب ايه في مجموات هيدروكسيل واحدة. ده كحول احادي اولي. والمركب التاني هو عبارة عن الاثيلينجيلايكل. اللي هو كحول سنائل هيدروكسيل. اي العبارات التالية صحيحة. ذوابانية المركب ايه تساوي ذوابانيته بي. لا. بي اكبر ذوابانية. لان في مجموعات هيدروكسيل اكبر وبالتالي روابطها هيدروكسيل اكتر. والذوابانية هيكون اكبر. ذوابانية المركب بي اكبر من ذوابانية المركب ايه. طبعا كده الاختيار بتاعنا الصحيح بقى. سؤال رقم اتنين وعشرين. كلا مما يأتي يعتبر ايزومر لكحول صغته الجزائية سي فور اتش تين او. احنا عندنا السؤال ده متقرر يعني السؤال رقم ستة وعشرين جاي تاني. فاحنا انا عملت كده وجهزت لك الايزومرات الكحولية للكحول بتاعنا اللي هو سي اربعة اتش عشرة او. الايزومرات بتاعتك الكحولية موجودة عندنا هيك. احنا عندنا الصيغة. سي فور اتش تين او. دي ات الصيغة اللي قدامك هيب. تعالي نعمل ايزومرات بتاعتها. اول حاجة نعمل اربع زرات كربون زي ما انت شايف كده? ونحط الاو اتش على الزرة الطرفية فيبقى الكحول بتاعنا اسم كحول واحد بيوتانول. يبقى اول حاجة من الايزومرات بتاعتنا واحد ايه? بيوتانول. بعد كده عملنا الاربع زرات كربون وحطان الاو اتش على الزرة التانية فبقى اسمه اتنين بيوتانول. تمام? بعد كده طلعنا فرع وحطان الاو اتش في النص فبقى المركب بتاعنا اسمه اتنين بيوتانول اتنين بروبانول. اخر حاجة. طلعنا الفرع بس حطان الاو اتش على الزرة الطرفية فبقى اسمه اتنين بيوتانول واحد بروبانول. دول عبارة عن مين? دول في ايزومرات تانية اللي هي الاثيرات. ممكن يبقى عند C2H5O C2H5. ممكن يبقى عند C3H7O C3H3. اللي هو اثير سناء الايصايل او اثير ايصايل المسائي. اللي هو دية الاثيرات بتاعتي. طيب. تعال بقى نرجع كده نشوف السؤال بتاعنا رقم اتنين وعشرين. بقول لي كلا مما ياتي يعتبر ايزومر لقحول صغطه بالشكل ده مع عدمين. بص الاولان كده. انا عندي هنا كم زر الكربون? واحد اتنين تلاتة اربعة. وعندي كم O? واحد. تمام? عندي هنا كم اتش. دول ثلاثة واحد اربعة. ويبقى كده ستة. بالف ده تبعنا. شوف بقى يلا. هنا كم زر الكربون? واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة تمام. كم زر الكربون? تلاتة واحد اربعة. وتلاتة سبعة. وتلاتة عشر. يبقى كده تمام. تعال بقى الجيم. وجيم ديت الاختيار اللي احنا نختار. تعال بقى هنا ايه? ده واحد اتنين واتنين اتنين 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 اهم. يبقى كده كان اربعة واحد خمسة بقى مش نافع. مباشرة كده. لبقى ده اللي احنا نختاره عشان في خمس زرات كربون. السؤال الرقم لو ده عاوز تتأكد من الاخره هتأكد. اللي احنا قولنا عليه اثير سنائي صايل مصايل. اثير سنائي صايل مصايل اولا. ده طبعا بيبقى متشكل مع سي فور اتش تين او. ده واحد اتنين تلاتة اربعة اربع زرات كربون عشر زرات هيدروجين وزرات اكسوجين واحدة. تعالي بقى للسؤال الاخير ونركز كده مع بعض. لو السؤال رقم تلاتة عشرين اخر سؤال في الصفحة. السؤال هنا بيقول لي اذا علمت ان المركب ايه? هو الكان كتلته المولية اتنين وسبعين. الكان كتلته المولية كام? اتنين وسبعين. تمام. حصل له تكسير حراري. وحصل له تكسيري بقى الاول نجيب له كده المركب او نجيب صيغة المركب بتاعنا. عشان نجيب صيغة الالكان عشان نعرف لما اتشكل حصل له. انت عندك الالكان قولنا كتلته كام? اتنين وسبعين. الصيغة العامة لالكان ايه? سي ان اتش تو ان زائد اتنين. كنا بنقول ان ان اللي هو عدد زرات الكربون بيساب كتلة الالكان كله. كتلة الالكان كله كام? اتنين وسبعين. ناقص كام? اتنين على كام? على الاربعتاش. فيطلع عند الان بكام? بخمسة. سبعين الاربعتاشر بخمسة. يبقى سي خمسة اتش اتناشة. ده هيحصل له تكسير. لما يحصل له تكسير هيعطي سي تو اتش فور زائد سي سري اتش ات. احنا طبعا عندنا المركب ده. هو مسمي في التفاعل بتاعه مركب ايه مركب بي. يبقى المركب بي اللي قدامنا ده انا هنكتب ايه? هنكتب سي تو اتش فور. بعد كده ضف له بي ار تو. تمام? هاتي سي تو اتش تو. سي تو اتش فور وضف له بي ار تو الناتج هيب ايه? سي اتش تو بي ار. وبعد كده سي اتش تو بي ار. تمام? رحمي فاعل الناتج ده هو مع مين? فاعله مع كي او اتش. عمله تحلل الماء. هنجيب له اتنين كي او اتش. اللي اتنين كي ده هم من هياخده الاتنين بي ار ونحط اتنين او اتش فوق. هيبقى عند هنا سي اتش تو او اتش. سي اتش تو او اتش. تمام? اللي هو اسمه ايه? الاثيلينجيلايكل. تمام? تعال بقى كده نرجع للتفاعل بتاعنا. ونشوف الربط بين اللي احنا اكتبناه واللي موجود هنا. عندي هنا قولنا ده اثين. قولنا عند المادة سي هتبقى ايه? سي اتش تو بي ار. سي اتش تو بي ار. اللي هو واحد واتنين سنائب رومو ايسان. سي اتش تو بي ار. سي اتش تو بي ار. هنا اتكون لي اتنين كي بي ار. المادة اكس بتاعتنا تبقى اتنين كي او اتش. زي ما احنا قلنا. عشان يتكون عندي السلينجيلايكل اللي هو سي اتش تو او اتش. و سي اتش تو او اتش. تمام اوي. تعالا بقى نشوف الاختياري في الصفحة اللي بعد كده. يا الله يا بطل. بقول ايا من الاختيارات التالية تعبر عن المخطط. المركب دي هو مادة زولوزوجة عالية. المركب دي اللي هو كان الايثيلينجيلايكل. مادة زولوزوجة عالية طبعا عشان وجود مجموعتين هيدروكسيل وبيكون روابط هيدروجينية. لذلك كنا بنستخدمه في منع تجمد الماء في مبردات السيارات. المادة اكس هي ادروكسيد البوتاسيوم. فعلا هي ادروكسيد البوتاسيوم. عند احتراق المركب ايه احتراقا تام ينتج خمس مولات من ساني اكسيد الكربون. طبعا المركب اللي هو الالكان في خمس زرات كربون. يبقى يعطي لنا خمس مولات من ثاني اكسيد الكربوني. يبقى جميع ما صبق. سؤال رقم 24. سؤال جميل. بيقولي هنا في التجربة التي امامك اضيفت قطرات من كيتو سي ار تو او سيفن مادة مؤكسيدة. في انبوبة اختبار بها تلاتة ملي من كحولة. ايزو بروبيلي مع التسخين في حمام ماء لمدة عشر دايه. فلو حزة تحول اللون الاغضر. يبقى حصل اكساد. الاكساد بتحصل على مين? على زرة الكربينول اللي هي متصلة بمين? بالو ايتشو. بتحصل على زرات الهيدروجين المتصلة بها. يعني مش هتحصل على مجموعة الهيدروكساية. ولا هتحصل على الجزئ كله. ولا هتحصل على زرة هيدروجين مجموعة الهيدروكساية. بتحصل على هيدروجين الكربونيول. يبقى نختار له مين بقى. سؤال رقم 25. سؤال جميل. بيقولي هنا ايه? لديك مركبين. ايه وبين? احدهما يزيل لون محلول بريمنجنات البوتاسيوم المحمدة بحمد الكابريتيك. والاخر ما بيقصرش. طيب. الاول اللي هيزيل لون محلول بريمنجنات البوتاسيوم ده يبقى بتاكسد. طيب من اللي بتاكسد عندنا عشان نبقى متفقين? عد معا. الكحولات بتتاكسد? اه الكحولات بتتاكسد. القلضهيدات بتتاكسد. القلضهيدات بتتاكسد. بس من اللي بتاكسد من الكحولات? الكحولات الاولية والسنوية. طيب. اول حاجة كده. انا عندي في المو اختيار الف. عندي ده القلضهيد. القلضهيد بتاكسد? اه بتاكسد. يبقى ده بتاكسل. ده ايه? كيتون. الكيتون ما بتاكسلش. لان احنا لما كنا كونا الكيتون قلنا في الكحولات السنوية بتاكسل على خط واحدة وبتكون كيتون. والكيتون اتكون ما تاكسلش تاني. يبقى لا مش هيتاكسل. اللي بعده. المركب بتاعنا ده كحول. بس كحول سالسي لان حضرتك ده سي اتش سري. سي. ها. عليها سي اتش سري. ومتصلة بالو اتش ومتصلة سي اتش سري تاني. ده كحول سالسي مش هيتاكسل. تمام. تعالى بقى نشوف ده. ده كحول لهو. مجموعة او زارة الكربونيل بتاعتها. ده كحول سنوية اكسل ولا متاكسلش? يتاكسل. يبقى اللي فوق دل كده تمام. واحد بتاكسل والتاني ما متاكسلش زي ما هو قال في السؤال. تعالى بقى المركب جين. المركب او الاختيار جين. انا عندي هنا ده حمض بتاكسل? لا الحمض هو كان الخطوة التانية في اكسادة الكحولات الاولية. الكحولات الاولية ومعتش بتاكسل. يبقى الاحماض ما بتتاكسلش? لا يتاكسل. وده اثر. الاثر بتاكسل او الاثرات بتتاكسل? لا يتاكسل. يبقى الاتنين ما بتاكسلوش بقى انا اختر له جين. طب شوف الاخير كده يلا. عشان تأكد المعلومة بتاعتك. هنا سي اتش سري سي اتش سري سي اتش تو باي سري او اتش. ده كحول اولي بتاكسل سي اتش سري. السي متصلة بال او اتش ديت. تلات زرات كربونول. تلات زرات او تلات مجموعة هيدروكسايل. اه تلات مجموعة القايل متصلة بالسي. وبالتالي الكحول بتاعنا سليسة لا يتاكسل. سؤال رقم ستة وعشرين اللي انا كنت من شوية اللي احنا حلينه. هنرجع له تاني ونشوف الاجابة بتاعته. عشان هو طبعا السؤال طويل شوية. فانا كنت مجهزه. على اساس ان احنا ما نطويلش في الشرح في الكتابة. عندي هنا بيقولنا عدد اي زمرات الكحولية لو كحوله واحد الهايدروكسايل كتلته اربعة وسبعين. كتلة بتاعته كام? اربعة وسبعين. كتلة اربعة وسبعين انا عندي الصغة العامة للكحولات الاولية. سي اين اتش تو ان زائد اتنين او. يعني صغة الكان و او. الصغة ديك هده صغة ايه? الكان. ومين? و او. كتلة كلها بتسوي كام? اربعة وسبعين. هنعوض عن السي بي اتناشر يبه اتناشر ان. الاتش بواحد. في اتنين ان زائد اتنين يبه اتنين زائد اتنين زائد ستاشر بيسوي كام? اربعة وسبعين. طيب. بقى عندي هنا اتنين ان واثناشر ان اربعة وسبعين ناكس التمنتاشر اللي هي مجموع الاتنين وليه? الست واشر. هنا الان بتساوي كام? بتساوي ستة وخمسين اللي هو اربعة وسبعين ناقص. تمنتاشر على اربعتاشر بيساوي اربعة. يبقى انا كده وصلت ان الكحول بتاعي السي اربعة. اتنين فاربعة بتمانية زايد اتنين يبقى الاتشي بعشر. والاولي الاكسوجين. المتشكلات بتاعته الكحولية يلا واحد بيوتانول. اتنين بيوتانول. اتنين مصائل اتنين بروبانول. اتنين مصائل واحد بروبانول. يبقى كم كحول كده? اربع كحولات. طب لو هو عاوز عدد الايزمرات كلها هنزود عليها اتنين اثر. يبقى كده ستة. يبقى هو عاوز الكحولات بس يبقى كام اربعة. يبقى عدد الايزمرات نهيه الكحولية. يبقى كام اربعة. لو شال كلمة كحولية هنحط له كام ستة عشان الاتنين اثر اللي انا قلت عليه. السؤال اللي بعد يا شباب. صفحة 295 سؤال رقم 27 بقول لي عندما يتأكسد الكحول الايزوبروبيل يتكون الكحول الايزوبروبيلي كحول سنوه يتأكسد على خطوة واحدة وهيعطي كيتون والكيتون اللي عنده في الاختيارات الاسيتون تمام الصيغة 28 او السؤال 28 بقول لي الصيغة الجزائية C-Y-H-Y-O تمثل الصيغة الجزائية لمركب لو انت ما بصتش للاخر هتقل ليه لان الصيغة دي صيغة عامة صيغة عامة لمين ومين الصيغة العامة ديت بتكون للالكيناء للالدهدات والكيتوناء تمام اوي بس ما فيش كيتون فيه زرتين كربون او زرت كربون وحدة وبالتالي مش هينفع للكيتون هينفع لمين للالدهد بس لانه في الاخر اللي علما بان الوي بتساوي كاثنين تماما السؤال رقم تسعة وعشرين بيقول لي لديك ثلاث مركبات A و B و C صفاتهم كما بالجدوء واحد غير ثابت الكحلات او المركبات الغير ثابتة شباب كان عند كحل الفينايل الناتج من اكسادة الاسيتالدهيد الناتج من هيدارة الاسيتالين قبل الاسيتالدهيد يبقى الكحل الفينايل كان سابت وكنا حصلنا عليه من الهيدارة الحفزية للاسيتالين المركبات التانية اللي بتبقى غير ثابتة مرنا بها عند اكسادة الكحل الاولى او الكحل للسنوة لما كان بتكون مجموعتين هيدروكسايد على زرة الكربينو وقاللي الاخير ثابت طيب احنا لدينا الاسرينجليايكل ثابت والجلسرول ثابت والاسرينجليايكل ثابت والسربيتول ثابت كلهم كحلات ثابت كحول اول او كحول سانة. السؤال رقم تلاتين بيقول لي عند التحلل للماء الاتنين كلور وبروبان. شيلوا الكلور وحطوا او اتش. يبقى اتنين ايه? اتنين بروبان اول. سؤال رقم واحد و تلاتين بيقول لي مركب اكس. صغط الجزائية. سي تلاتة اتش تماني او. اتأكسد تأكسد تام. اتأكسد اكسادة تامة. ويعطى لنا سي سري اتش ستة او. اكسادة تامة ويعطى الصيغة. احنا اقولنا الصيغة دية احتمالي اما الهيد. يا اما كيتو. طيب الهيد كان بينتج من الاكسادة التامة للخطوة الاولانية بس خطوة الاولانية. بأن تلغي الهيد. لان الاكسادة تامة لكحول اولي هيأطى الهيد. اكسد يأطى حمر. فكحول الهيد هيستبعده. تمام كده. المركب عكس. احنا قولنا. المركب بتاعنا دا. اللى هو ناتج الاكسادة يبقى كيتو. تبكيتون بينتج من أجسادة الكحولات نهي السانوي وبكده نبقى صالنا للسؤال رقم 31 في صفحة 295 وده كان الجزء الأول من أسئلة الكحولات بالتوفيق يا شباب فيما هو قادم يبقى لنا كمان حلقة في أسئلة الكحولات وبعد كده هنبدأ في الفينولات ما تنساش الاشتراك في القناة وشير للقناة ولايق وتعليق عشان ندعم القناة وتوصل لأكبر عدد من زميلك والتوفيق إن شاء الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته